تحديات كبيرة واجهت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الماءة يوم أولى من عهده مع الكونغرس فمعظم وعوده الانتخابية بحاجة إلى تعاون المشرعين لتمريرها ولعل أبرز عقب واجهته هي إصلاح مشروع الرعاية الصحية أوباما كار الذي حاول الجمهوريون تمريره دون جدوى نظرا لمعارضة المحافظين منهم له الأمر الذي شكلت ضربة الأولى للبيت الأبيض في الكونغرس الرعاية الصحية وإبطال أوباما كار هي القضية الأبرز التي رأيناها خلال المائة يوم الأولى هي قضية تصدرت حملة ترامب وحملات الجمهوريين الانتخابية هذه قضية كبيرة والجمهوريون لم يتمكنوا من تخطي العقبة الأولى لهذا المشروع وهم يحاولون توصل إلى اتفاق من دون نجاح يذكر فشل مشروع إصلاح الرعاية الصحية دفع بالجمهوريين إلى لمي صحوفهم والتكاتف وراء مرشح الرئيس الأمريكي لمنصب قادر المحكمة العليا نيل غورساتش وعلى رغم المعارضة الديمقراطية دفعت القيادات الجمهورية باتجاه تغيير قوانين مجلس الشيوخ والمصادقة على غورساتش الأمر الذي شكل الانتصار الأول للبيت الأبيض في الكونغرس المصادقة على قادر في المحكمة العليا بهذه السرعة على الرغم من لجوء الجمهوريين إلى تغيير القوانين هو أمر مهم جدا للقاعدة الجمهورية وانتصار كبير للرئيس التحدي الذي لا يزال يتفاعل يوميا هو التحقيقات الجارية في اللجان المختصة في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية وقد أدت علاقة رئيس أحد هذه اللجان دافن نوناز رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب بالبيت الأبيض وتعاطيه مع الملف إلى إعلانه عن تنحيه عن التحقيق بعد أن أفضح عن معلومات تعد سرية أفادت أن الإدارة الأمريكية السابقة كشفت عن أسماء أشخاص في حملة ترامب الانتخابية كانوا تحت المراقبة الضربة الأمريكية على قاعدة الشعيرات في سوريا حصلت على دعم كبير من المشرعين إلا أن البعض منهم بدأ يطالب البيت الأبيض بخطة طويلة المدى هناك ملف آخر سيعاني البيت الأبيض من صعوبة في تمريره في الكونغرس هو موازنة العام المقبل تحديدا التخفيضات الكبيرة في موازنة وزارة الخارجية الأمريكية التي انتقدها الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء رانا أبتل الحرة الكونغرس